يعني المستوى الفني استاذ محمد يعد لسئلك وانت شخص غير معني يعني انت حققت انجازات مع المنتخب قبل سنة واستبشرنا خيرا انه الفريق رجع لكن المكافأة كانت هي ايقالتك هل هناك اسباب حقيقية لإيقالة محمد النجار ام قناعة اتحاد انه انت ما حققت اللي هم ويردوا رغم انه قناعتنا احنا انت حققت انجازات افضل من المدربين اللي تلوك يعني ما اعرف انه اكو شي يريدو غير الفوز يعني والله انا ما ادري والله ببداية اسأل اتحاد سبب الاقالة لانه حد الان ما ادري رغم انه كان هناك اتفاق دكتور ما ادري استاذ ما انطرح ما انطرح باي يعني مكان بالاتحاد بانه اقالة المدرب ابدا يعني قرار ارتجال اكثر من اجتماع انا اقول لهم بانه الموقف احنا مشكلتنا بانه قبل شهر او مثلا شهر ونص او شهر يلا نسميه مدرب المنتخب سنتخبط اي والمدرب المنتخب اللي موجود يعني حول يعني بالاتحاء او قريب علينا او بال يعني شون سمينا ابو زاخو لانه هو مدرب نادي زاخو بجي سميه بانه التسميته على المنتخب الوطني رغم اكو كانت بعض النقاط مطروح هو وكان المدرب المصري ابو نادي دجلة بس هل طرحنا بالاجتماع بانه اقالته ابدا ماكو اي اقالة ماكو اي اقالة ولا اي كتاب والدليل خلي استاد محمد يطي اه مثلا احنا سوينا لك كتاب اقالة او استقالة او اعفاة لا عشونش قلت وليه بالتليفور وحبا ما عدري هوش تبلغ شونتبلغ محمد شونب الله ايه محمد والله هو صحيح ماكو كتاب اقالة زيد ولكن شونتبلغ محمد يعني احنا منو بلغت احنا لما رجعنا من الدوحة نعم واحرزنا المركز الاول وانتقلنا من استيج الاول لستيج الثاني باسيا زيد يعني لو لهذا الفوز ما كنا احنا بهاي التصفيات زيد فاذا رجعنا قبلها كان هناك اتفاق بيني وبين رئيس الاتحاد اللي هو يعني اجتماع خاص بيني وبين فيه في الدوحة زيد وقال اذا انت يعني فزت بالمركز الاول دا راح تكون انت المدرب لنهاية التصفيات حتى وصلنا كأس العالم واكو فوصة اللي عام خم قال اللي عام خمسة وعشرين اتا توبة زيد فاحنا احرزنا المركز الاول وقلت خلاص يعني انا رغو انه يعني رجعنا من البطولة وقعدنا ببيوتنا وانتظرنا هاي الفترة اللي يقولها دكتور مهند انهم يبحثون عن مدرب ويتداولون ومدري شنو واني ما ادري انا قاعد ايجا بعدين قال انا اريد يعني افرع عليك ما وضوع يعني هذا ما دار بيني وبين رئيس الاتحاد يعني بس انويا قال يعني احنا ريدك بمهمة جديدة اللي هي انو انت مدرب خبير وكذا والفريق معنا يعني المنتخب بلاعبين كبار وكذا وريد نخلق فريق جديد وظل المنتخب الوطني او زديف وبالتالي انت الوحيد اللي قادر تصنع تصنعنا فريق نعم جديد للمنتخب الوطني لان هاي المهمة هي مهمة طويلة الامد يعني ما تحتاج الى مدرب اجلي من صرف لا انت موجود وتصنعنا فريق فارجوك انو تقبل هذه المهمة وتترك المنتخب الوطني الاول وتنتقلها قلت له طيب انا ما عندي معنا انا اشتروب اي فريق بس اول شي اريد اعرف ليش اني تم اقتلك يعني اترك المنتخب الاول واني محقق نتيجة وبعدين المهمة الجديدة اقبل بها بس اني لو سئلت يعني من الاعلام اه هذا السؤال ايش اجروا هم شي يقول للناس لو عنهم عنهم يسيلوني فقال يعني احنا رح نوضح هاي وبالفعل يعني تم توضيح هذا الموضوع نعم طبعا هو اثناء الكلام قل لي ها مو يعني بعض بعض اعضاء الاتحاد اه ها بعض اعضاء الاتحاد يعني ما يري مو اياك ما يحبوك ما يريد اكتبك قلت لي يعني منهم يعني مثل الدكتور مهند مثلا ما يريدك منه يعني مثلا استاذ كاوا لان انا اعرف استاذ كاوا ما يريدني اكون اهه يعني هو مدير الفريق زين اجلي يعني انا اذا لشخص قليل تخاطئ حتى اكمل مصطح الوطنيين مين انا احكي للتاريخ انا احكي للتاريخ نعم فقلت لمنه انا اعرف استاذ كاوا ضدي هو مدير الفريق زين وما يريدني ابقى انا حسيت بي منش انه بالدوحة اخذنا اول هو اصلا مفرحان زين وسوى مشكلة هناك واني اضغاضيت عنها وسديناها قل لي لا مو بس هو يعني هو طبعا يعني كان ياشر على دكتور مهنة بوكته لا مو بس هو اكو بعض اعظام قلت لزين ماشي يعني اذا واحد او اثنين ما يريدوه وقلت شنو دورك هاي مصلحة وطنية وطنية هاي يعني البقاء الافضل